يا أخوان الأمنية ليست كلام ولهذا يقول بعض أهل العلم الأماني روس أحلام المفاليس إن كنت تتمنى بس يعني أنا أتمنى مثلا مثلا أشتري شيء مثلا ثم أجلس أتمنى ولا أقوم مسعى وراه مثلا أعمل شيء مثلا أقرأ كتاب أقرأ قرآن سبحان الله أحفظ قرآن أذهب إلى الحلقات مثلا أحفظ قرآن أتعلم أذهب إلى المدرسة غيرها إلى الكلية يعني إلى أعمال يعني ثم يعني يجلس بس هو يتمنى كثير من الله الآن خرجنا ورقة ثم يقولون يا أخوان يا الله كل أحد يكتبني طلعنا أمنيات كثير لكن يا أخوان أنت لابد تركز لك على شيء معين وأنت تعرف من نفسك بإذن الله مثل ما فعل خويكم سعد أبو البراء يعني من 1414 يعني كان قرابة 30 سنة هل جات فيه وليلة شيء يفري الشيخ عدوا عدوا لأعمال يعني سبحان الله يعني هل جات فيه وليلة وغيره كثير يا أخوان غيره كثير أنت سمعتم الصحابة رضي الله تعالى نعم سمعتم الأربعة اللي يتمنوا تلك الأمنية استحققت له أنا أعطيك يعني مثال شاب شاب في مكتب العمر يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته ثم ذهب إلى أهله في ليلة من الليالي ماذا؟ قال أنا الليلة هذه لن أذهب إلى البيت إلى منزلي سوف أبقى عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ السيقض النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل فوجد هذا الشاب الصغير ربيع بن كعب وجد هذا الشاب جالس عند الباب فقال له أزاق الله ما أجلسك قال يا رسول الله تذكرت خدمتك وتذكرت أن تبدو لك حاجة تعرض لك حاجة في آخر الليل فلا تجد أحد يقضيها لك فقلت الليلة هذه سوف أنا أجلس عند بابك خدمك يا الله فقال له قم يا ربيع قم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنى يعني اسألني اسألني يا ربيع يسألني يا أخوان بالله يتخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم أن تواقف عند بابه وإذا هو يخيرك يخيرك عليه الصلاة والسلام يقول يا فلان يا فلان قم أي شيء تسأل من خير أمور الدنيا والآخرة بإذن الله يتحقق أمر الدنيا وأمر الآخرة أدعو الله لك فيستجيب له عليه الصلاة والسلام ربه يستجيب له خلاص ففكر هذا الشيء يا أخوان تخيل الآن يعني أنت أمام ربيع بن كعب رضي الله تعالى عنه كل الأمنيات سوف يجمعها كل الأمنيات أمنيات الدنيا خلاص إن يحصل على خيل يحصل على مال على بيت على مزرعة فقال يا رسول الله إني أريد أتمنى مرافقتك في الجنة بس ما أبغى شيء يا الله أمني عظيمة أمني عظيمة يا رسول الله أتمنى مرافقتك في الجنة يا أخوان هؤلهم الصحابة الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا تشغلهم الدنيا تأتي سبحان الله خلاص لكن الذي كان يشغلهم هي الآخر الذي كان يشغلهم هو الآخر ويتخيل يعني بعضهم سبحان الله وهو بين يد الله بين يد الله شهداء أحد الله عز وجل يكلم واحد منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر يخبر بعد ذلك فيقول الله لهذا الشهيد ما الذي يتره ما الذي تتمنى قال أتمنى أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مره ومره شوف ابنياتهم ليش لأنهم حسوا طعم الحياة الأخروية ودخولهم الجنة ربيع بن كعب ماذا صنع قال يا رسول الله أتمنى مرافقتك في الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هل حد علمك هل استشرت أحدا قال لا ولكن ولكن يا رسول الله ولكن شوف يا أخوان قال يعني جمعت أمر الدنيا وأمر الآخرة فنظرت إلى أمر الدنيا فرأيته زائل ونظرت إلى أمر الآخرة فرأيته باقي فاخترت ماذا أمر الآخرة يا رسول الله قال فهو لك ولكن إيش أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك يا أخوان ما عليش أنتم وقفوا عند هذه الكلمة خلاص الجنة إن شاء الله تحققت لي ربيعة ابن كعب رضي الله لكن هل ربيعة هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما تمناه خلاص هل توقف وقال خلاص براح البيت وانشغل بدنياي وأنا عندي ضمام من الرسول للجنة لا والله يقولون الصحابة رضي الله ينقلون بعد ذلك في سيرته هل السير يقولون إنه ما رؤي إلا مصلي رأكع ساجد بنيد الله قاري للقرآن اللحق بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم طيب بكل أمان يعني الحديث عن الأمنيات لا ينقطع لأن ترجمة نانسي قنقر